أخونا السؤال الأخير لأخينا أيمن يقول هل هناك كتب ذكرت ما صحة من أثار الصحابة والتابعين؟ وبالنسبة للكتب والمدونات الأصول في هذه التي ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليها ومدونات في هذا كثيرة منها وعتيكم قديم ككتب سعيد نبي عروبة وكذلك كتب وكيع وسفيان وكذلك أيضا الكتب التي قارنت هذه المرحلة وكانت قريبا منها كتب الموطة لمن مالك والكتب التي جاءت بعد ذلك أو قارنت تلك المرحلة أيضا ككتب المصنف على عبد الرزاق وكذلك أيضا بعد ذلك المصنف بن أبي شيبة والأوسط لمن منذر وكذلك أيضا سنن الكبرى والمعرف سنن الأثار للبيهقي وكذلك أيضا كتب ابن عبد البر رحمه الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا التميد كتب التفسير التي تعتني بفق الصحابة عليهم وظنوا فقه التابعين وذلك ككتاب بن جري الطبري وابن أبي حاتم بالتفسير وتفسير عبد بن حميد وتفسير بن منذر وتفسير أيضا بعض الأهم عليه ورحمة الله تعالى في هذا من المتأخرين لمن يعتنى بالأسانيد كالبغوي عليه ورحمة الله تعالى فهو متأخر بالنسبة لمن تقدمه وثمت أيضا مصنفات جاءت بعد ذلك تنت ببعض الأثار وهي متأخرة نوعا ما ولا عناية في هذه الأثار ككتب التاريخ ككتب التاريخ المتأخرة التي تسند بعض الأسانيد وفيها شيء من الأثار ولهذا نقول الرجوع لهذه الأصول أما بالنسبة لكتب متأخرة هل تمت كتب اعتنت بلا حديث والبالأثار الصحية المروية عن الصحابة وعن التابعين لا أعلم كتابا شاملا في هذا الباب ثم تم محاولات لبعض المعاصرين ولكنها محاولات قاصرة يعني لا يشار إليها باعتبار قصورها في هذا الباب ولكنها محاولات في هذا الباب هناك من حاول جمع في هذا وأظن الكتاني قد جمع منتصر الكتاني قد جمع في هذا الباب ولكنه منتقى من المغني وكذلك من الحزم ولكنه من غير أسانيد ولا من غيره ولمن غيره من غير حكم من حكم عليها